كل الناس بتتكلم على حاجة واحدة بس ايه واحنا كمان عشان نبقى برضو بالن معاش السادة الوزراء 33 ألف جنيه الناس ما نمتش ويعني تحول ماوقع تصل الاجتماع والإعلام وكل كله تتكلم ازاي ايه وايه معقولة في بلد بتدوره طب ما تدوش يعني ازاي تدوهم 33 ألف جنيه وإحنا مش لقينا وكله بدأ يتكلم بهذا الصوت وتحولت تحولت مواقع تواصل لحرب وحملة رهيبة كان معنا فهم داخل سادة الوزير عمر مروهان في هذا اليوم وهذا القانون اتعامل وتم التصديق عليه والموفق عليه النهاردة في ناس ممكن ما تعرفش الخبر ده غير لما قولوا دلوقتي لأنه حاجة إيجابية ما حدش يتكلم عليها حاجة إيجابية لا يمكن لا يمكن حد يقرب لها لا يمكن حد يتكلم ويقول يا هم عملوا كده بجد معقولة يعني احنا كنا ظلمناهم يعني اتكلمنا بالشكل ده بكده حصل إيجابية النهاردة الحكومة بعت التعديل لمجلس النواب إنه 80% من المرتب اللي كان بيتاخد قطعية واحدة زي ما بنقول كده اللي هو 33 ألف وقتها أو الرقم ده لو سمحته احنا عايزين نخفضه إلى 25% من 80% ينزل لـ 25% كنت مستني الناس اللي عملت حملات تعمل حملة إيجابية النهاردة كنت منتظر ما لقيتش عشان نعرف احنا منبص على حاجة واحدة بس السلبيات فقط لا نذكر إيجابية على فكرة المادة دي خلصت النهاردة والتعديل ده خلص النهاردة وتوافع عليه النهاردة في المجلس النواب وقوفا تعديل المبلغ من 33 ألف جنيه نزل هيبقى في حدود 10 ألف 10 ألف ونص بعد ما كان ده قانون بقول لكم قانون صدر موسيقى الرئيس صدق عليه ووفق عليه صدر يعني والمفترض يضبق حكومة قالت لك لا الظروف الاقتصادية ووضع البلد احنا هنعمل كذا وتم اليوم الموافقة على النزول لا انه يكون المعاش المعاش حد الادنى بتاعه 10 ألف ونص ويتدرج حسب سنوات الخدمة ولكن 33 ألف كان رقم مقطوع تخرج معاش وزير تاخد 33 ألف جنيه لو انا في حتة درجة وزير اخد 33 ألف موضوع ما كانش حكومة بس محافظ 33 ألف كل من هو في درجة وزير كان هياخد 33 ألف جنيه طب اللي حصل ده انا بقول لكم محدش كلم على ليه عشان امر ايجابي وتحرك محترم من الناس اللي احنا قعدنا كلنا انا بقول كلنا نهاجمونا انتقدوا كله بقى الالسنة بقى دي كده طب ألا يستحق النهاردة هذا القرار انه تقال الناس دي اللي اتعامل ده شيء محترم كم واحد عمل او كم واحد تناول الخبر كم واحد تدول الخبر كم واحد تتكلم على الخبر محدش في الصفحات اللي هي اياها ولا حد يجيب سيرة السيرة تيجي امتى والتشنيع امتى والضرب امتى والتسوير امتى لما يبقى بياخد 33 ألف جنيه معاش اه كلنا كنا وقفين وتكلمنا في هذا الموضوع وانا كنت واحد من اللي تكلمه طب نقول ده طب لما يعمل حاجة ايجابية مش نتكلم عليها برضو احنا كلنا اعني كل يعني ولا انا بس العايز السلبيات وعايز الحاجة الصعبة والحاجة السيئة فقط فالنهار ده تم هذا التعديل اليوم اليوم وعايز اقول لحضراتكم لانه جائز حد يطلع يقول لك ايه طب السادة الوزراء اللي خرجوا لا لم يستفد احد ابدا من القانون اللي تم تعديله النهاردة يعني ايه اللي حصل التعديل اقول لحضراتكم بعض التفاصيل المهمة اللي هي المفاجأة كانت عدد كبير جدا من القضايا ناس لاجأت للقضاء وناس على فكرة اعز اقول لحضراتكم في بلدي وانتم متعرفوش عندنا الالاف مش الف ولا اثنين ولا سبعة ولا عشر لا انا بقول لكم الالاف من هم في درجة وزير فكل واحد ينطبق عليه قانونه درجة وزير كان له الحق انه يحصل على المعاشي الثلاثة وثلاثين الف جنيه يعني مش عضاء الحكومة عضاء الحكومة في اخرهم اكبرها اربعة وثلاثين خمسين اربعة اربعين اكتر عدد اربعين ولا ثمانية وثلاثين كان اكتر عدد النظامة كانش حكومة كل واحد في درجة وزير وانا بقول لكم بالالاف لعشرة ولا خمستاشر واكتر من واكتر من رقم ده كمان اللي هما في درجة وزير ناس خرجت ناس خرجت معاشات وناس في الخدمة فكل دول كان له الحق ان يروح الرفع قضية وترفعت قضايا كثيرة جدا للمطالبة بالمعاش تلاتة وثلاثين الف جنيه معاش الوزير هقول لكم رقم يعني مثلا رؤساء الجامعات درجة وزير نوابهم درجة وزير اماكن اخرى درجة وزير لدرجة فيه ناس درجة وزير يعني وزير اقصى بيعد كام لا فيه وزراء قعد خمس شهور وست شهور اقصى وزير بيعد كام تلاتة اربع سنين ما بيعدش دولةolit كده زي قول لكم فيه وزراء جم قعدND شهور تلاتة وميشئ خمس شهور وميشئ اقصى هالوزير بيعد كام تلاتة اربع سنين يبقى زي زمان في وزير ممكن كان بيقعد عشر واثناشر سنة دلوقتي ما بقاش وسبعة عشر سنة وست عشر سنة دلوقتي ما بقاش خلاص خلصت الحكاية دي فحضرتك سنوات خدمتك هتبقى أحداشر ألف عشر تلاف وسبعمية حسب سنوات الخدمة بتاعت حضرتك وزي ما بقول لكم حدش بيقعد سنوات طويلة بتاعت زمان دي خلصت خلاص ما بقاش ولا في محافظين ولا في وزراء فبقول لهم حيكون في بعض بعض المناصب بيقعد درجة وزير مناصب خارج الحكومة يعني في أماكن أخرى يعني ممكن يقعد درجة الوزير دي اتناشر سنة في الخدمة اتناشر سنة في الخدمة الرقم ده كان هيكلف مصر في الحد الأدنى لو كنا استمرين ما لهوش علاقة بالحكومة هو الحكومة بكلمك على أربعين واحد بالكتير بالكتير ومحافظين ستين سبعة وستين واحد بالمحافظين سبعة وستين خلاص ده الحد الأقصى لا أنا بكلمك على الألاف بقى اللي حضرتك ما تعرفهمش اللي هو كل واحد عنده كله داخل قانون واحد قانون المرتبات من في حكم الوزير درجة وزير ألاف ألاف وأنا بكلمكم دوقتي شغالين يعني موجودين في الخدمة يعني مش في الحكومة في أماكن أخرى زي ما بقول لكم جماعات ورؤوسات جماعات وكذا وكذا وحاجات أخرى مش عايزة نسميها يعني الحد الأدنى اللي كان تتعمل سنويا الحد الأدنى كنا هندخل على أربعة مليار جنيه لو أنا بتكلم تقريبا في حدود عشر تلاف ولا كده يعني بتكلم لو أنها عشر تلاف واحد من هم في حكم وهم مش عشر ولا خمستاشر وأقول لكم يعني لفي ناس ربنا ديهم الصحة يا رب ربنا ديهم الصحة موجودين وطلعوا معاشات كتير وألفات ألف كان دول لهم الحق أيضا متخيلين وزنة بلد بتستلف زي ما لنا مبرع وتابعتهم معنا الدكتور محمد مالية وزير المالية اللي أنا بحييه بشكره كمان مرة تانية